ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكو لامية من قناتي لوميس كوكينج والنهارده ان شاء الله مكملين اه في سلسلة الفيديوهات بتاعة المولد هعمل معاكم النهارده النوجة النوجة الفوزدق اه هي بتبقى حلوة قوي طعمها حلوة جدا طبعا ممكن نعملها طول السنة مش في المولد بس بجد شكلها رائع وفخرة جدا وهتعمليها زي احلى المحلات انتو عارفين سعرها غالي جدا بره مش عايز اقول لكم كيلو بكام يعني احنا مش هنكلفها حاجة فعلا يعني اكتر من شوية الفوزدق وممكن نعملها بالسوداني او باي حاجة انتو تحبوها مش هطول عليكم يلا نشوف بقى هنعملها ازاي مقدرنا بسيطة جدا هنعملها بمنتهى البساطة معايا هنا آآ معايا سكر وعسل جلوكوز ومية وبيض اربع بضط تمام? هحط السكر على المية طبعا زي ما عادتكم هكتب لكم كل حاجة والمقدر بالتفصيل في صندوق الوصف هنزل هنا بعسل الجلوكوز عايز اقول لكم طريقتها سهلة جدا مش هتتخيلوا ازاي بقلب اهو عشان يسيح ويعمل معايا شربط وعلى نار هادية بقى هخليه يدخن كده شوية ويوصل لمرحلة الكرة الصلبة اللي هو انا باخد نقطة من العسل اختبرها في مية سقعة اشوفها هتجمع معايا كرة كده بتتكسر زي البومبوني ولا لأ لو جمعت وعمرت كده خلاص كده جاهزة معايا عندي هنا بياض بيد عليه ربع آآ معلقة ملح لازم الملح عشان المرينج او البياض ما يفصلش هفضل اضرب فيه لغاية ما يعمل مرينج زي ما انتو شايفين وانزل بالشرباط سرسب خفيف زي ما انتو شايفين كده هو الامانة لازم تتعامل بترمومترا بس انا حاولت اعملها معاكم بحيس تبقى سهل قوي اي حد يقدر يعملها وقلتلكو تزبطوها ازاي ان انتو تختبروها في مياه ساعة اول ما يبقى الشرباط يعمل كرة آآ بتتكسر كده كده تمام هو جاهز واستوى شايفين حجمها بقى بيزيد ازاي هفضل اضرب كده مش اقل من سبعة تمن دقايق لغاية المقاوم هيدخن اوي بصوا هي بتبقى تقيلة اوي كده ولزقة في الطبق كده عرفهم الدنيا تمام هنزل بقى بالفزدق مجروش او صحيح انا لسه هحط فزدق صحيح ده قل من كباية يا جماعة وحطيت فاناليا كمان تقدروا تحطوا سوداني او بتحطوش تحطوا لانتو عايزينه هجيب بقى ورقة زبدة انا دهنتها زبدة وحطيت عليها فزدق صحيح انتو بقى ما تدهنوش زبدة رشو نشا انا الاسف النشا كان خلص عندي فاستبدلتو بالزبدة بس انتو حطوا نشا هحط تحت فزدق صحيح ومن فوق لان في الاخر في التقطيع بيبقى شكلها بيبقى شكلها حلو قوي هتشوفوها في الاخر زي بتاعت المحلات بالزبط بفضل بقى كده بورق الزب دايمين وشمال بحاول اه ازبط شكلها بحيس تاخد شكل المربع زي ما انتو شايفين وهسيبها في التلاجة بقى لغاية ما تجمعت تمام هوريها لكو بقى بعد ما تطلع من التلاجة اهي طلعت من التلاجة وقطعتها انا بعيد عليها بس قدامكم شايفين بقى الورقة فيها حاجات بسيطة كده ازاي دا عشان انا دهنها زبدة انتو بكررها لكو المرة الثالثة ادهنوها انتو نشا هقطع بقى النجا بتاعتي هوريكو قطع دلوقتي اهي انا ده مكعب كده بس ده بالنسبة لي حجمه كبير فحقسم الواحد على اتنين انتو زي ما تحبوا وكمان القطع بتاعت الكوكيز ودي اللي انا هستعاملها بتبقى كده ومستطيلة بتطلع لك شكل منتظم جدا شايفين شكلها عامل ازاي انتو استعملوا سكينة استعملوا والسكينة تبقى مزدهونة زيت هقطعها معاكو شايفين طريق ازاي وفي نفس الوقت متماسكة مش ناشفة شايفين عارفين النجا اللي هي بتندخ كده وطعمها بيبقى حلوة قوي شايفين بس كده النجا بتاعتنا خلصت مفيش اسهل من كده ما تكلفتش كتير مقرنة بسعرها يعني شايفين بقى شكلها انت هيعمل ازاي دي هنا انا قطعتها بالمربعات الكبيرة استعملت كله مربع قطعته بقطعت كوكيز المستطيلة فدتني الشكل الحلو قوي ده شايفين مسكة نفسها ازاي وزي ما قلتلكو المكسرات الصحيحة في الارضية بتدي الشكل الحلو قوي ده زي ما قلتلكم عاملوه بفوزدق بسوداني من غير خالص اللي رايحكم اللي انا شايفين شايفين بتطقطع ازاي ومش نشفى جربوها وبازن الله هتعجبكم ما تنسوش اللايك والشار والسبسكرايب كل سنو انتو طيبين بأكد عليكم بس ترشوا نشا وتدهنوا السكينة زيت لو مش هتستعملوا قطعها زي